جد الصلاطين وسيد الخواقين امير حدود السلاجقة وحاميح المسلمين الذي انشأ واحدة من اعتى امبراطوريات التاريخ. قامع المغول وقاهر البيزنطيين خاض معهم ملاحم لا تنسى. واسقط حصون الروم وابد جيوشهم. ودفع له البيزنطيون الجزية عن يد وهم صاغرون. فحول الانادول من مرتع لصليبيين الى ارض للاسلام والمسلمين. واعد عثمان ليكون من اعظم المؤسسين. فهو الذي وضع البذرة الاولى التي حولت الكاي من قبيلة هاربة من المغول الى امبراطورية عالمية استمرت لاكثر من ستة قرون. فاهلا بكم في حضرة ابو الصلاطين امير حدود السلاجقة العظيمة. وقائد مقدمة الجيوش المهيبة. حامي حمل اسلام في الانادول من البيزنطيين والمغول. اهلا بكم في حضرة ابن سليمان شاه. تبدأ القصة عام الفين ومائة وواحد وتسعين في اواسط اسيا. وتحديدا في بلاد افغانستان حاليا. رزق سليمان شاه امير قبيلة كاي بمولود صالح فاسماه ارتغرول. والتي تعني طائر العقاب. ولقد ولد ارتغرول في وقت عصيب للغاية. فقد كانت في حروب طاحنة مع المغول. وهاجمات المغول لا تتوقف على قبيلة الكاي. لكن الرجال العظام يسقلون بالايام الصعاب. وفي تلك الظروف قرر سليمان شاه ان يهاجر بقبيلته لحمايتهم من اواسط اسيا الى اسيا الصغرى. لكن اثناء عبور القبيلة لنهر الفرات يسقط سليمان شاه في النهر ويغرق فيه. في البداية لا تنسوا الاعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة. تخطوا الاعلان سريعا. واذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا ابصاركم. بعد وفاة سليمان انقسمت الكاي الى جزئين. فعاد جزء الى موطنه الاصلي مع سنغورتيكين. واما الجزء الاخر فقد استمر في رحلته الى اسيا الصغرى مع ارتغرول بيك ابن سليمان. والذي وصل بهم بالفعل الى اسيا الصغرى. عند منطقة المرج الواسع في عام الف ومئتين وثلاثين للميلاد. كان الصراع يشتعل بين الخوارزميين وسلاجقة الروم. وبقدر الله صدف وصول ارتغرول الى المرج حدث عجيب. فوجد معركة طاحنة بين السلاجقة والخوارزميين. بينما ذكر الكاتب محمد نشفي في كتابه التاريخ ناما. ان تلك المعركة كانت بين السلاجقة والمغول. لكن اكثر المؤرخين اجمعوا انها كانت بين السلاجقة والخوارزميين. في عصر فساد الخوارزميين وطغيانهم. فوجد ارتغرول ان الخوارزميين يعلون السلاجقة بالسيف وعلى وشك افنائهم. فقد حاصر الخوارزميون السلطان على الدين كايكباد. واصبح الخناق ضيقا على السلاجقة اكثر فاكثر. حينها ظهر ارتغرل وفرسانه من العدم. وقام بكسر حصار الخوارزميين عن السلاجقة. فتدمر على يديه اكثر جيشهم. فهرب الخوارزميون من المعركة. فشعر سلطان السلاجقة على الدين ان ارتغرل وفرسانه كانوا نجدة من الله له. فلم ير فرسانا مثلهم قط. فقد قام اربعمائة فارس من قبيلة الكاي بكسر حصار الخوارزميين ودفعهم للانسحاب. في الوقت الذي كان فيه جيش الخوارزميين هو الوحيد الذي استطاع هزيمة المول. بعد شجاعة فرسان الكاي في كسر الحصار ايقن السلطان على الدين ان وجودهم في الانادول سيكون درعا رادعا للهجمات الخارجية. فمنحهم مدينة سورغوت على الحدود مع البيزنطيين لتستوطن بها قبيلة الكاي. وبالفعل كان للسلاجقة ما ارادوا. فكان ارتغرل واولاده واحفاده من بعده كالشوكة في خاصرة البيزنطيين. فعمل ارتغرل وقبيلته على حماية الحدود وفتح القلاع ونشر الاسلام بين جدرانها المظلمة. كما استطاع تدريب جنوده بكفاءة عالية. لاعانة دولة الاسلام السلجوقية في فتوحاتها. ومن شدتهم اطلق عليهم السلاجقة مقدمة السلطان. فكان جيش السلطان لا يتقدمه سوى فرسان ارتغرل. فاستطاعوا مع السلطان مهاجمات بقايا الصليبيين في الانادول. وكذلك الدولة البيزنطية في الشمال. وبعد تأمين الحدود مع البيزنطيين خرجوا بحملة ضخمة باتجاه القوقاز. وتقابلوا مع بلاد الكرج المسيحية. وبعد معركة طاحنة بين القوتين استطاع السلاجقة هزيمة الكرج هزيمة منكرة. وظل الوضع مستقرا طوال فترة السلطان على الدين. فكان السلاجقة يحققون انتصارات باهرة. ولم يعد للبيزنطيين قوة لقتالهم. فكانوا بالكاد يكتفون بصد هجمات قبائل التروكمان كقبيلة الكاي وصاروهان وقراسي. وفي عام الف ومائتين وسبعة وثلاثين توفي السلطان على الدين كايكباد. فخلفه ابنه غياث الدين كيخسترو. والذي كان عدم الخبرة ولا يمتلك مقومات القيادة. وايضا الى جانب ضعفه ولينه في الحرب كان سلطانا غاشما جبارا لعوبا. حينها اتجهت انظار المغول نحو كونيا والانادول. فحذره ارتورل واخبره بضرورة الاستعداد. لكن ظل ذلك السلطان الاحمق في غيبوبته. حتى وصل المغول لاعتاب الانادول. وهذه كانت بداية الضعف للسلاجقة. فقد وصل القائد المغولي بايجونوين الى مدينة اردروم ودخلها بعد ابادة اهلها. هنا ادرك الجميع خطر المغول الذي تحدث عنه ارتورل لسنوات. فبعث سلطان السلاجقة بقبائل التروكمان. وجعل على رأسهم ارتورل بيك. الى امير نيقيا ليطلبوا منه السلاح والجنود. وطلب منهم ايضا ان يذهبوا الى الارمن والكرج. لكن حينما وصل ارتورل بجنوده الى السلطان نصحه ان لا يعتمد على كفار الارمن والكرج. حتى لو كانوا حلفاءه. فسوف يخذلونه ساعة العسرة. لكن السلطان لم يستمع لنصيحة ارتورل. وبدأ التحرك بالجيش الى مدينة ارزينجان لمجابهة المغول. فعسكر بقواته في وادي جبل كوسا. وحين وصل للوادي جاءته الاخبار السيئة. بخيانة الارمن والكرج وانضمامهم للمغول. تماما كما توقع ارتورل بيك. فاجتمع السلطان بامرائه وقادته. حينها نصحه ارتورل بالتريث في مهاجمة المغول. ووضع خطة محكمة خوفا من خسارة الحرب. فقد زاد عدد المغول بانضمام الارمن والكرج لهم. لكن عرض السلطان عن نصيحة ارتورل مرة اخرى. وامر عشرين الف فارسا سلجوقيا بالاستعداد للهجوم على قوات المغول. في بداية المعركة ومع اشتداد القتال تظاهر المغول بالانسحاب. فانطلق وراءهم فرسان السلاجقة واستدرجهم المغول لكمين محكم. فاحاطوهم من كل جانب. وامعانوا فيهم القتل. حينها هرب السلطان واعوانه الى انطاليا. فلم يجد مخرجا لينجو بحياته. الا ان يقدم فروض الطاعة الى بايجونويان. وبعدها سيطر المغول على مدينتي سيفاس وقيصري. واسفرت الهزيمة عن فترة من الاضطراب في الاناضول. ادت الى تدهور الدولة السلجوقية وتفككها. فعاد ارتورل الى سوغوت حزينا على الاسلام واهله. وبدأ بالاهتمام برعيته وتقوية مدينته وجيشه. واعداد جيش من الرجال الاشدة. ليخرجوا المغول والبيزنطيين من الاناضول ان شاء الله. تخطوا الاعلان سريعا. واذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا ابصاركم. لكن في عام الف ومئتين وثمانية وخمسين اشتاح المغول بغداد بقيادة هولاكو. بعد تحالفهم مع الصليبيين وتعاون الشيعة معهم لقتل المسلمين في بغداد. وبالفعل قتلوا اكثر من مليون مسلم ودمروا عاصمة الخلافة واحرقوا كتب المسلمين. كما عزم هولاكو ان يغزو مكة والمدينة وسط ذهول المسلمين في جميع انحاء العالم. لكن مع اليأس الذي انتشر وتلك المحنة العصيبة يبعث الله في نفس العام مجدد القرن السابع الهجري. فقد ولد لارتغرول بيك فتى صالح. والذي سيحمل شعلة الدين من جديد. ويؤسس امبراطورية تنشر الاسلام في العالم اجمع. وهو عثمان بن ارتغرل بن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية. فقد اهتم ارتغرول بيك بتربية عثمان على الشجاعة. وعلمه فنون القتال والحرب من صغره. حتى انه شارك معه في حرب البيزنطيين وهو ابن اثنى عشر عاما. وحرص ايضا على تعليمه اصول الدين. وقربه من الشيخ والعلماء ليكون عابدا زاهدا مثله. فيجهزه لامارة القبيلة من بعده بالحق والدين. فكان اهم شيخ تعلم على يده عثمان. هو صديق ارتغرول المقرب الشيخ ادبالي او اديب علي. والذي كان شيخا متصوفا عابدا على المذهب الحنفي. يعتزل الناس اكبر قدر ممكن ليخلو بربه. لا كما وصف في الدراما بالتصوف الشركي المعروف الذي تدسه العلمانية التركية الحالية في كل الدراما العثمانية التاريخية. فبعث ارتغرول ابنه عثمان الى صديقه اديب علي ليربيه ويعلمه اصول الدين الصحيحة. فقد كان مهتما بنشأته ودينه واخلاقه بشدة. ليكون خليفة له على امارة قبيلة الكاعي. وبالفعل بعد تأسيسه في الدين بشكل كاف. ارسل عثمان الى مقاطعة في اراضي القبيلة ليكون قاضيا عليها قبل ان يكمل سبعة عشر عاما ليحكم بينهم بالدين والحق ويكون عادلا في رعيته. فنشأ عثمان على القتال. واصبح اقوى ابناء ارتغرول. وقد احبه الجميع لعدله وتواضعه وزهده وتدينه. فتجمع حوله شباب القبيلة في الصيد والقنص. وكذلك كل امراء السلاجقة حب ارتغرل وعثمان الذين اشتهروا بالتواضع والكرم والتدين والزهد. وكذلك الشجاعة في قتال البيزنطيين. بعد ان اسس جيشا قويا لحربهم. وبالفعل اسس ارتغرول بعدها بفترة جيشا قويا. واصبح قادرا على الجهاد في سبيل الله. فابتدأ فتوحاته بمدينة اسكشاهير وحاصرها لفترة طويلة حتى من الله عليه بفتحها. حينها تحرك الامبراطور تودور الثاني بقواته لاستعادة المدينة من المسلمين. وعندما وصل الخبر لارتغرول بيك والسلاجقة جهزوا جيشا وخرجوا لملاقاته. فتقابل الجيشان في معركة بازاريري. وعلى الرغم من ان القوات بقيادة ارتغرول بيك كانوا سبعمائة فارس على اكثر تقدير. لكنهم استطاعوا التغلب على البيزنطيين. وانتهت المعركة بانتصار ساحق للمسلمين. حينها منح السلطان ارتغرول مدينة اسكيشاهير. تكريما له على انتصاره وتثمينا لجهوده هو وقبيلته. بعد انتصار ارتغرول بيك في بازاريري اعلن تبعية اسكيشاهير للسلطان غياث الدين. ولم يكتفي بذلك بل وارسل خمسة الغنائم والاسرى للسلطان. وعلى الرغم من ضياع الديار الاسلام في عهده. لم يسحب ارتغرول بيعته من السلطان غياث الدين. وظل في الغرب يحمي الحدود من البيزنطيين. وبعد معركة بازاريري الطاحنة بدأ يتردد اسم ارتغرول في الاروقة البيزنطية. فادرك الامبراطور انه سيكون نكبة عليهم. ان لم يتخلصوا منه في اسرع وقت. وبدأ بالتحضر للهجوم على سوغوت. لكن ارتغرول بيك كان فطنا بما يدور. ولم يمهن الامبراطور فرصة لذلك. فتحالف مع اميري قبيلة قرصاي. وهاجم البيزنطيين في قلعة قراجي حصار. التي اتقعوا غرب مدينة اسكيشاهير. لتأمين سوغوت من اي هجوم بيزنطي محتمل. وحتى يؤكد سيطرته العسكرية على المنطقة. فمن الله عليه واباد حامية قراجي حصار واستولى ارتغرول بيك على القلعة. فحول ذلك الهجوم مدينة قراجي حصار من واحدة من اقوى حصن الروم الى ثغرة يسهل دخول ارض البيزنطيين منها. ولم يركن ارتغرول بيك للراحة بعدها. فجمع كل ما يملك من فرسانه. وهاجم الصليبيين من كل حدب وصوب. وبدأ باكبر مدن البيزنطيين في الانادول وهي مدينة بيلاجيك. لكنه لم يكن يمتلك ادوات الحصار لاسقاطها. فقرر قطع طرق المؤن عنها. حينها خرج تكفور من مدينة بيلاجاك لملاقاته خارج اسوار القلعة. واشتبك معهم في معركة طاحنة. ابيدت فيها حامية مدينة بيلاجاك. وانتهت المعركة بانتصار ارتغرول بيك. واصبحت مدينة بيلاجاك تحت سيطرته. فعرض تكفور بيلاجاك ان يدفع خراجا سنويا الى ارتغرول بيك عن يد وهو صاغر. مقابل ان يرفع عنه السيف. فوافق ارتغرول لانه يعلم ان هذا هو اقصى نجاح يمكنه تحقيقه بسبعمائة فارس. وان هذه الاموال ستعينه على تأسيس جيش قوي. فصدق ارخان غازي عندما قال ان جد ارتغرول قد انشأ دولته من حفنة من تراب. فقد استطاع ارتغرول خلال خمسين عاما من الجهاد تحويل قبيلة تركية صغيرة العدد الى دولة استطاع ابنائه واحفاده من بعده ان يحولها الامبراطورية سادت ثلاثة قارات. وحول ارتغرول مساحة امارة الكاي من الف كيلو متر مربع الى اربعة الاف وثمانمائة كيلو متر مربع. وحين احس ارتغرول بدنو اجله. وصى عثمان ان يهتم بالشيوخ والعلماء. خصوصا شيخه اديب علي. وان لا يخالف مشورته. وتلك الوصية مكتوبة على قبر ارتغرول حتى اليوم. وقد حافظ عليها عثمان بشدة. لانه كان يحب العلماء. وحين اكمل عثمان الرابعة والعشرين من عمره. تحديدا سنة ستمائة وثمانين للهجرة. ترتقي روح والده ارتغرول غازي الى بارئها. بعد تسعين عاما من الجهاد والعطاء للدين. فانتقل حكم قبلة الكاي الى ابنه عثمان مباشرة. لكن بعض المصادر ذكرت خلاف ذلك. وقالت انه تولى الحكم بعد صراعات مع عمه دوندار الذي رأى انه احق بالزعامة من عثمان. لكن الفرسان والجنود احبوا عثمان ودعموا حكمه. لانه كان شجاعا ويقودهم في المعارك. وبالفعل ينتصر عثمان في الصراع ويقضي على فتنة عمه دوندار. وبهذا يبدأ عهد احد اعظم المؤسسين في التاريخ وهو عثمان غازي ابن ارتغرل الذي سيكمل ما بدأه والده من جهاد ضد البيزنطيين. فرحم الله الغازي ابن سليمان شاه الذي لو لا فتوحاته وجهاده بعد ارادة الله عز وجل لندثرت امارة قبيلة الكاي مثل بقية الامارات التركية. رحم الله من دمدم بيوت الكفار وجاهد في سبيل الله. رحم الله من ضرب البيزنطيين واسقط حصونهم. وهو بالكاد يجد قوت يومه ويعيش في خيمة في العراء. رحم الله سيد اسياد الانادول. وابو الصلاطين. الامير الغازي المجاهد. ارتغرول بيك. تخطوا الاعلان سريعا. واذا وجدتم ما يخالف الدين غضوا ابصاركم. وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والاعجاب بالفيديو ومشاهدة المصادر بالاسفل. طبتم وطاب الى الجنة مسعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.